بلش الأوورد سيزن لهالعام مع انطلاء حفل جوايز الجولدين جلوبز لهالأسبوع ويلي كانت إطلالات النجمات العالميات فيها مختلفة جداً توافض عدد كبير من المشاهير العالميين على راد كاربت حفل جولدين جلوبز وكالعادي كانت كل إطلالات النجمات يلي اختار لكتير منهم الأسود ولكن كل واحد منهم هير ديفرنتوي مثل دواليبا يلي أطلت بفستان من شاپارالي مزين بالجولد فيما اعتمدت أندرا داي على دراماتيك جاون من جورش شقرة بينما لجأت ماري ستراب لشيك لوك من فالنتينو وما تنزلت بيلي آيليش عن جنونة حيث أضافت هير كول تويست على ريد كاربت بأوتفت من ويلي شيافاريا والفالفت فابريك كان خيار جينيفر لورنس بفستان من ديار وكذلك ريز ويدرسبون يلي أضافت أبينك تاتش للأسود وزينت أماندا سايفريد أطلالتها من أرماني بريبي بسيكويند بو فيما ظهرت أنجلا بسات بأوف شولدر درس من دار دولشي أند جبانا يلي كان خيار جينيفر أنستن أيضا بهالليلي وكان هناك حضور للغلامريس لوكس مع أطلالة جاي لو مع فلاوري سليبز من تصميم نيكال أند فاليشيا وما تخلت ماركو ترابي عن الباربي فيبز مع فستان من أرماني بريبي يلي كان خيار تيلر سويفت أيضا بسيكويند جرين درس وكذلك سيلينة جوماز يلي استحضرت روح مارلي مونرو بفستانة الأحمر عن الحفل فبلش مع مونولوج من جوي كوي وبالنسبة للجوائز فعلى عكس كل التوقعات ما نجحت نظرية باربنهايمر بشكل كبير حيث اكتفى باربي بتحقيق جائزة أفضل إنجاز بالبوكس أوفيس لكونه الأكثر تحقيقا للإرادات بين أفلام العام وكذلك جائزة أفضل أغنية أصلية لساونتراك الخاص في What Was I Made For لا بيلي إيليش وفينيس أوكولن أما أوبنهايمر فاتمكن بالفوز بخمس وهم أفضل فيلم وربح مخرج كريستوفر نولان جائزة أفضل مخرج وكذلك حصت كيليون ميرفي جائزة أفضل ممثل للعام واستحوذ روبرت دوني جونيور على جائزة أفضل ممثل دور مساعد إلى جانب حصول الفيلم على جائزة أفضل سيناريو أصلي بينما فازت ليلي جلادستون بجائزة أفضل ممثلة دور رئيسي عن دورة بفيلم وكان لفيلم نصيب من جوائز العام أعلى جائزة أفضل فيلم موسيقي كوميدي وفوز بطلته أما ستون بجائزة أفضل ممثل الدور الرئيسي عن فئة الأفلام الموسيقية الكوميدية أما عن جوائز الدراما لهالعام فاستحوذ مسلسل سكساشن على جوائز أفضل مسلسل وأفضل ممثلين دور رئيسي وأفضل ممثل دور مساعد ترجمة نانسي قنقر